أنهت البرصة المصرية تعاملات اليوم في أولى جلسات الأسبوع على تراجع للمؤشرات بضغوط من مبيعات المستثمرين المصريين والعرب وسجل رأس المال السوقي مستوى 750 ملياراً وتسعمائة مليون جنيه وذلك وسط تدولات بلغت نحو 6 مليارات و 500 مليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات تراجع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 65 من مئة في المئة ليغلق عند مستوى 11655 نقطة كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة اي جي اكس 70 بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 2176 نقطة كما انخفض مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 3181 نقطة ترجمة نانسي قنقر